حمل يعني كل قد رأقوله وابتدي بيه حمل يعني الست تبقى شايلة حمل ما فيه مخلوق على الكوكب حاسس بيها وكمان الست يمكن اللي هي الست الجدعة القوية اللي حتى ما بتحبش تباين ضعفها ده بقى بيبقى الحمل حملين اللي هو انا زعلانة ومنكسرة وضعيفة وخايفة ومرعوبة من الحياة والدنيا وفي نفس الوقت لقى الدحكة الحلوة وانا تمام وانا زي الفل وانا ما فيش اي حاجة مدايقين بداية الخطوة انا انفصلت وابتديت اخاف ايه ده طب انا شكل ايه قدام الناس طب هيقولوا عليها هو اللي سبني ده خلي بيالك فيه حتة تفهة في الاول تفهة لازم نمر بيها هيقولوا عليها هو اللي سبني ولا انا اللي سبته طب هما الناس فاهمين ان انا اللي سبته ولا هو اللي سبني دي اول مرحلة احنا بنمر بيها كستات تاني مرحلة طب انا بقى هكمل بقى بالعيال وان انا ست تمام وقوية والعيال مش هينزلوا بمستوهم ولا بتربيتهم وابقيلوا ان انت خسرتني وخسرت العيشة الحالة ولا عيشها ولا هنزل اشتغل واجيب فلوس عشان انا مش هفضل اطلب منه فلوس وحسسوا ان انا مش فحتاجاه ولا 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 الشيلة تقيلة نبتديها ازاي الاوي بص يا ايمان الموضوع مهم قوي بس انا بقصاب بحالة كده من الاستياء الشديد كمتخصص لما لاقي كتير من الشاشات بتعرض هذا الموضوع ويتم تناوله بشكل نفري يعني معلش ولازم هي تواجه المجتمع وبتقابل المجتمع ذكوري الحقيقة يعني زي ما تعودت في الحلقات بتاعتك اللي انا بحبها جدا احنا لما بنطلع بيبقى كلامنا موجه جدا محدد جدا الناس بتتعامل مع الحلقات بعد كده لما بتقابلها على انها برامج شبه علاجي يعني كأنها بتاخد الحلقة بالخطوات المحددة اللي فيها خلينا النهاردة نقدم للناس من خلالك زي ما تعودت معاك رشد التعافي ما بعد الطلاق صح ازاي تسترد حياتك بعد الطلاق ازاي تستعيد ذاتك بعد الطلاق وعلشان نتجنب الكلام النسري اللي كل المطلقات والمنفصلات عانوا منه تسمع حلقة طويلة عريضة بضيف واثنين وثلاثة وما تخرجش بحاجة مفيدة خلينا نقولك زي ما تعودت معاك اعمري ايدك كده هنعمل ايدنا كتاني ايو اول حاجة خلينا بس الاول اقول ازاي بعد ما انفصل انا كست او اطلق ابتدي اقف على رجلي ازاي ركزي معانا واحد ديروا شدة التعافي علشان تسترد حياتك بعد الطلاق في سبعية سبعية ازا ما حاولت انك تمشي فيها واحدة واحدة هتلاقي ان حياتك فعلا اتحسنت فعلا هتلاقي ان قرارك حتى لو كان حصل غصبا عنك وكدت مجبرة عليه هيبقى فيه النفع والمصلحة ليك والاولادك لو كانوا موجودين وقولك على حاجة كمان يا دكتور احمد معلش يعني قبل ما ندخل في السبع حاجات ساعات مش بيبقى هو اللي قرر يسيب لأ ساعات انا كست انا اللي مقررة ان انا اطلق بكامل قوية العقلية عشان انا ابتديت احس ان الحياة دي ما بقتش بتاعتي ان الراجل ده مش مقدرني ايا كانت الاسباب بس حتى لو انا واخد القرار انا اللي قررت كست ان انا اخد قرار اطلق برضو ببقى تعبانة وعايز امر بالسبع مراحل دي ازاي اتعافى منهم حتى لو انا اللي واخد القرار كلامك مضبوط انت وقعت في المرة ولا حد زائك انت كده كده دخلت جو الزبط كده هنطلع ازاي ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهارة يالا بي سبعية لطيفة خلي اي حد هيمر بالتجربة دي او مر بيها يحاول يلتزم بيها واحدة واحدة الاولى ازعلي وما تدريش ازعلي وما تدريش اعترفي وما تنكريش صعب اعترف وما نكرش صرحي وما تتكسفيش لا بنتكسف واجهي وما تخفيش بنهرب وما بنواجهش ما بنواجهش كملي وما تستسلميش كده كده مكملي انجحي وما تستسلميش وكملي فيها اجباري لازم انجح جرابي تاني وما تعمميش الله الله على جرابي تاني وما تعمميش احنا ناخدها بالتفصيل دول السبع خطوات لرشدة التعافي ما بعد الطلاب بالتفصيل المميل اول خاطر التفصيل غالبا ما بيكون مفيد لما نيجي هنا نقابل الناس ونقول لها صرحي في الاول وطلعي مشاعرك وازعالي وما تدريش ده اول خطوة في علاج اي صدمة انك تسمح لنفسك بالتأوه من الوجع اي ضربة بيجيلك لو ما قلتش بعدها اهوة اي انت بتزود الحمل والتعب كل حاجة ممكن تكوني بتمر بيها لو ما تفعلتيش معاها بالسلب وبالاجاب بتتخزن جواك لو ما طلعتيش التصريح ده وزعلتي وانهارتي واتديقتي ووقعتي وحزنتي واخدت وقتك في ده مش هتعرفك كميدي قدم ساحة لأعراض الحزن والألم والواجع اسمح لدموعك انها تنزل دبديبي في الارض وخبطي وعياتي انهاري واعتزل الناس خدي فطرتك عشان تعرفك كميدي بقي الخطوات طب ليه احنا بنداري العياط والانهيار يعني انا يا ست مريت بالتجربة دي قبل كده صعب قوي ان انا باين للناس ان انا حزينة وصعب قوي ان انا عاية تقولهم حتى لو انا واخد القرار فانا تعبانة في حياتي ليه دايما احنا كستات نخاف نباين ضعفنا مع ان احنا اضعف كائنات على الارض يعني حقيقي من قلبي بسأل السؤال ده يعني بخاف بنخاف يعني ليه الناس تشوف حزني ليه الناس تشوف حياتي مفيش بني ادم راجل او ست بيحب يظهر تجربة فشلة بس هو مش واخد باله ان الفشل في حد ذاته خطوة ناحية النجاح ومفيش واحدة ممكن تكون مرت بتجربة خدت من عمرها ومن حياتها تحب ان غيرها يشوفها ما نكحتش بس عايز اقولك ان شيء الهم الناس بالشكل ده بيزود هم الازمة بيخلي ازمة الطلاق او الانفصال اصعب ان انا بقى شايل هم كل واحد حواليا شايفني ازاي وانك تبقي شايل هم كل واحدة عرفتك ممكن تصنفك ازاي كل ده هتعرفيه بعدين في السبع خطوات بس الاول اسمح لنفسك بالحزن ادي نفسك مساحتها ادي نفسك بس ادي نفسك بس ادي نفسك بس ادي نفسك ب وقتها خلي نفسك تقول انت وجعت اتقلمت اتصدمت سرخي دبدي بعياتي خدي وقتك تب الوقت ده يعني الصح العلمي يعني انا مفروض اخد وقت قد ايه بعد الانفصال للتعافي يعني فيه ناس تقولك ايه ده ده انا شهر انت ما تعديش الشهر ولازم توفع رجلك وتنسي صفحة وانطوت وفيه ناس تانية متخصصين يقولك لا خدي سنة خدي سنتين فهل الصح يا دكتور احمد يعني هل انا ضيع من عمري سنة واثنين وثلاثة عشان ابتدي اتعافي وفع رجلي ولا الموضوع اصلي مش دوست زرار ان انا دوست على الزرار فلغيت حياتي اللي فاتت دي كلها للأسف انت مضطرة ومش مخيرة ابدا انك تصلاح العربية وهي دايرة انت مضطرة يعني مضطرة انك تصلاح الطيارة وهي في الهواء يعني لازم تصلاح حياتك وهي ماشية اي حد هيقولك هنوقف حياتنا شوية وانعيط وانولول وحاجات كده دا مش هيفيدك كل دا هيدورك لازم الكلام دا يحصل وحياتك ماشية وحياتك بتتطور بس وقتها مش لازم توبي بيرفكت لو ادائك تسعين في المية لا يا سيد تخليها عشرين واحنا راضيين لكن الخوف كل الخوف ان انا اعتذر كل حاجة وقف ساعتها مخك هيعطل قدراتك هتقل مزاجك هيبقى في النازل هتلاقي تفكيرك ما بيقفش ومشاعرك ما بتستقرش هتحس انك مش عايزة تقابل حد ولا تشوفي حد لا ترد على تليفون ولا تقرر سالة ولا تسمحي لحد انه يسأل عنك اصعب حاجة ساعتها هتبقى رنت الباب رنت التليفون بالنسبة لك مأساة مش هتلاقي نفسك بتجوعي بالنهار هتلاقي نفسك بتاكل بنهم بالليل مش هتعرفي تفصيل نفسك عن النوم هتقومي من كتر ساعات النوم تعبانة كأنك ما نمتيش ولا ساعة لو سبت نفسك وانزويتي وانسحبتي وابعدتي مش هتعرفي تكملي نهيك عن المنومات والمهدئات للواحد يتوهم اه للواحد يتوهم فيها ان هي تقدر تهديه وتخليه يعيش حياته شوية اهدى واعصابه تهدى مش حقيق بالعكس ممكن تخليه يعيش الازمة ازمات وبدل ما هو ممكن يتعافى في وقت قصير ممكن تخليها اسيرة منومات ومهدئات وقت طويل الا ان كانت تحت اشراف طبي منطقي معقول كلام جميل جدا ماقدرش اقول حاجة عام